عنوان درسنا لليوم هو رسم خطوط التناظر المحوري الدرس الثالث بشكل بسيط وسريع يكون للشكل خط التناظر المحوري إذا استطعنا أن نقوم بثنيه أي قسمه إلى نصفين سنقوم بترحيل الآن عدة أمثلة لتوضيح مفهوم خط التناظر المحوري لدينا هذه الأشكال عدة أشكال سنقوم بتجربة هذا الشيء عليها لو استخدمنا المصطرة نستطيع أن نقسم هذا المثلث إلى نصفين بهذا الخط الأصفر وأيضا نستطيع أن نقسمه بطريقة أخرى من الأعلى إلى الأسفل من الممكن أن يكون للشكل عدة طرق لقسمه إلى نصفين أو عدة طرق لرسم خط التناظر نستطيع أيضا أن نقوم بقسم هذا المثلث من الرأس الذي في الأسفل سنقوم برسم هذا الخط نظر لهذا المثلث ثلاثة خطوط التناظر من الممكن أن يكون للشكل خط أو خطين أو ثلاثة أو أكثر أو من أقوان الممكن أن لا يجد له أي خط هذا المربع الذي في الوسط واضح أننا نستطيع أن نقسمه بهذه الطريقة بهذا الخط الأزرق وأيضا نستطيع أن نقوم بقسمه من زوايا بهذه الطريقة إذن لدينا الخط الأزرق والزاوية والزاوية الأخرى أصبح لدينا ثلاثة خطوط وأيضا نستطيع أن نقسمه بشكل رأسي فلهذا المربع أربع خطوط نتناظر أما الدائرة يا عزائي فهي لها عدد لا نهائي من الخطوط سنستطيع أن نقوم بقسمها من أي مكان إلى نصفين هذه الأشكال في الأسفل هذا المثلث وهذا الشبه المنحرف للأسف لا نستطيع أن نقوم بقسمه إلى نصفين قسمين متساوين من غير ممكن أن نقوم برسمه فلذلك لا يوجد له أي خط تناظر في هذا المثال طلب مننا أن نحدد إن كنا نستطيع رسم خط التناظر لهذه الأشكال نبدأ بداية في القلب القلب نستطيع أن نقسمه إلى جزئين متطابقين أي نستطيع أن نرسم خط تناظر بشكل رأسي هذا الخط الأسود وأصبح لدينا جزئين متساوين هل نستطيع أن نقوم بقسمه أو رسم خط بشكل أفقي؟ عند رسم هذا الخط الأخضر لاحظنا أن الجزء الذي في الأعلى والجزء الذي في الأسفل غير متطابق تماما فلذلك هذا الخط الأخضر ليس خط تناظر فهذا القلب له خط واحد أما المثال الآخر لا نستطيع أن نقوم بقسمه إلى نصفين متطابقين فلا يوجد لهذا الشكل أي خط تناظر الشكل الثالث هذا الشكل اسمه سوداسي اسمه سوداسي لأن له ستة أطلاع متطابقة نستطيع أن نقوم بقسمه من كل رأس إلى رأس الآخر إلى رأس المقابل له فيوجد لدينا الخط الأخضر الذي في الأفق لهذا الخط التناظر الأول وهذا الخط الثاني وهذا الخط الأخير ونستطيع أيضا أن نقوم برسم خط تناظر من كل منتصف ظلع إلى المنتصف المقابل له بهذه الطريقة فنستطيع أيضا أن نضيف ثلاثة خطوط فيصبح مجموعة خطوط التناظر لهذا السوداسي هي ستة خطوط تناظر المربع الأخير كما قمنا بحل مثالا سابق نستطيع أن نقوم برسم أربعة خطوط تماثل الأول رأسي واثنين بشكل زاوي والأخير بشكل أفقي فلهذا المربع أربعة خطوط تناظر أخيرا الأشكال التي نستطيع أن نقوم برسم خط تناظر محور لها هي القلب والسداسي والمربع في هذا المثال لدينا في الشكل الأول متوازع أطلع المتوازع أطلع نستطيع أن نقوم برسم خط تماثل له من الأعلى إلى الأسفل فقط لا نستطيع أن نقوم برسم خط أفقي أو خط مائل فقط خط واحد أما المثال الآخر فهو شكل غير منتظم لا نستطيع فيه أن نقوم برسم أي خط تناظر لقسمه للنصفين أما المثلث الأخير فقد قمنا أيضا بحل مثلا مثله هذا المثلث له خط تناظر من الأعلى إلى الأسفل وخطين بشكل مائل هذا الخط الثاني وسنقوم الآن برسم الخط الثالث الأمثلة الأخرى سنقوم برسمها وحلها بنفس الطريقة في السؤال الرابع لدينا هذه النجمة النجمة نستطيع أن نقوم برسم خط تناظر من كل رأس نجمة فيوجد لدينا خمسة خط تناظر نقوم برسمه من الخط من الرأس إلى الأسفل وبما أن هذه النجمة خماسية فلها خمسة خط تناظر الشكل الخامس هو شبه من حرف لكن لا يوجد لديه أي خط تناظر والشكل الرابع أيضا لا نستطيع أن نقوم برسم خط تناظر له فنكتب لا يوجد له خط تناظر أو فقط من الممكن أن نكتب لا يوجد في السؤال السابع كما قمنا بحل المثال سابقا هذا متوازي أطلع له خط تناظر بشكل رأسي من الأعلى إلى الأسفل سيقسم هذا المتوازي إلى جزئين متطابقين تماما جميع الأسئلة لها ذات النمط فسأقوم بعرض الحل بشكل سريع هذه الأسئلة فقط طلب مننا أن نقوم بوضع إشارة صحيح أو خطأ على الأشكال التي نستطيع أن نقوم برسم خط تماثل لها وأخيرا عرض لنا بعض الأمثلة التي رسم عليها بعض الخطوط المنقطة يجب علينا أن نحددها لهذا الخط يقسم الشكل إلى نصفين في المثال الرابع عشر هذه الأجزاء ليست متساوية السؤال خامس عشر أيضا ليست متساوية لو تلاحظوا الضلع الذي في اليمين أطول من الضلع الذي في اليسار أما السؤال الأخير فهذا الخماسي نعم له خط تماثل متطابق